تتواصل اليوم واحدة التسع عشر من الشهر الجاري فعليات وعروض مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة الذي يبدو أمس بالعرض العماني مدق الحناء لفرقة مزولة وذلك بحضور حجد من الفنانين والأكاديميين مرة كل عامين ينطلق مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي يكمل الحراكة الثقافية والمسرحية في الإمارة وفي الدورة الثالثة تشارك خمسة عروض أنتجت حديثا للتنافس على جوائز المهرجان والذي انطلق في يومه الأول بالعرض العماني مدق الحناء لفرقة مزون وصلت واجد جمعا غفيرا من الفنانين الخليجيين والعرب والجمهور المتذوقي لهذا الشكل من الفنون من خلال العرض الذي شاهدناه الليلة هذا هو المسرح الذي نحتاج إلى من يدعمه وسمو الشيخ الحاكم الشارقة أخذ على عاتق هذا الجانب وسخر وقته وماله لرفض المسرح ورفض الثقافة بشكل عام وينظم مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي على مدار أيامه أربع ورشات مسرحية وندوات نقدية بمشاركة المسرحيين الخليجيين والعرب كما يصدر نشرة صحفية تتتبع يوميات التظاهر وتوثق أنشطتها وتحاور المشاركين بها وتمنح لجنة التحكيم جوائز قيمة للأفضل في مجالات الإخراج والتأليف والتمثيل والديكور والإضاءة والمؤثرات الصوتية والموسيقية مهم جدا لكي يفعل طاقة الشباب في منطقة الخليج في الفرق المسرحي الأهلية يفعل هذه الطاقة لإنجاز واعتماد أعمال للمشاركة في المهرجان هو الآن كل سنتين مرة لو تكرست أعمال جميلة وقوية أنا أتوقع أن يتحول إلى كل سنة مرة لأنه سيصير مطلوب وكثافة إنتاجية عند الشباب العاملين في مجال المسرح مهرجان الشارقات للمسرح الخليجي يأتي مسنودا بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومعبرا عن الرؤية الثقافية للإمارة ولذلك كان له الأثر القوي في الساحة المسرحية الخليجية كونه أتى مستجيبا لحاجة الحركة المسرحية في دول الخليج إلى تظاهرة بهذا الحجم والنوعية وللحديث أكثر حول مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي تنضم إلينا في مركز الأخبار بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مهر الكتبي منسقة إعلامية بإدارة المسرح في دائرة ثقافة بالشارقة أهلا بيت معانا في مركز الأخبار أهلا بيت بدأت أن نطلعين على أبرز أهداف مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي طبعا مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي تم تأسيسه في عام 2015 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يهدف المهرجان إلى تنمية المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل كذلك نشر التوعية المسرحية نعم لو تطلعين على أبرز العروض المسرحية المشاركة معاكم بالنسبة للدورة هذه لدينا خمس عروض مسرحية من دولة الإمارات من المملكة العربية السعودية من مملكة البحرين من سلطنة عمان كذلك من دولة الكويت نعم ماذا عن الملتقى الفكري والندوات النقدية المهرجان بيتضمن على ملتقى فكري بعنوان المسرح الخليجي الجديد والموروث الشعبي فكرة الملتقى هذا تبادل الأفكار من خلال تواجد النقاد والكتاب والمسرحيين في مكان واحد ليتبادلون الأفكار فيما بينهم بالإضافة إلى الورش التدريبية لدينا أربع ورش تدريبية رح يتم تنظيمها لهواة المسرح أو خلينا نقول الناس المهتمين للمسرح نعم أبرز المشاركين في الندوات سواء كانوا فنانين أكبار كيف هذا يساهم في إنجاح المهرجان؟ الندوات طبعا بتكون بإشراف من أساتذة أكبار الندوات تقدم للجمهور عامة نعم إذن كيف يدعم المهرجان المواهب الشابة الخليجية وأبرز العروض الفائزة؟ بالنسبة للدعم في عنا دعم مادي جميع العروض تعرض لأول مرة في خلال المهرجان فيتم تمويلها من قبل دائرة الثقافة في الشارجة أيضا التقاء صاحب السمو بالمشاركين بالفنانين هذا يعتبر بحد ذاته دعم معنوي إلهم سيتم تكريم الفائزين في نهاية المهرجان شو هي أبرز الفئات الجائزة؟ طبعا آخر في ختام المهرجان بيكون عنا حفل الختام رح يتم تكريمهم على جوائز متعددة عندنا جائزة أفضل إخراج جائزة أفضل تأليف جائزة أفضل تمثيل بالنسبة للرجال والنساء كذلك جائزة أفضل إضاءة وأفضل مؤثرات صوتية رسالة تقدمينها للجمهور أستاذة مهرجان بيكون مستمر لغاية 19 فبراير فنوجه دعوة للمشاهدين أنهم يحضرون المهرجان نعم إن شاء الله مهرجان الكتبي منسقة إعلامية بدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشرق شكرا جزيلا على وقتت معانا وحضورت لنا شكرا كل الشكر لكم شكرا شكرا